أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أنها تستكمل المناقشات تمهيداً لتوقيع الاتفاق الإطاري المقترح لتسوية الأزمة مع المكون العسكري وشددت قوى الحرية والتغيير على وحدة المكون الثوري ناقش كل التفاصيل الصغيرة وأمن على استكمال النقاشات في أسرع وقت ممكن تمهيداً لتوقيع اتفاق إطاري يتوقعه الجميع في أقرب وقت ممكن هذا أهم شيء هناك قضية أخرى كانت قضية وحدة قوى الثورة هدفاً أساسياً في هذا الاجتماع أمن هذا الاجتماع على المضي قدماً في وحدة قوى الثورة لتحقيق الهدف الأكبر ألا وهو إنهاء الانقلاب وقيام حكومة مدنية ديمقراطية تستوفي شروط قيام السلطة المدنية الكاملة في السودان من جانبها أكدت القيادية في قوى الحرية والتغيير بالسودان عبل كرار وجود توافق كبير بين مكونات القوى بشأن الاتفاق الإطاري ولفتت إلى أن العملية السياسية في البلاد تنضي بشكل جيد على أن تؤدي للتوقيع على الاتفاق الإطاري في أقرب وقت أن مكونات الحرية والتغيير نفسها أن تطلع على الوثيقة النهائية أو الضرفة النهائية لهذا الاتفاق الإطاري وتجيزه بكل الملاحظات الواردة فيه وهذا ما حدث في الاجتماع يوم أمس اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير واجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير هو يضم كافة المكونات الحرية والتغيير السياسية والمدنية والنقابية وكان حضورا كبيرا جدا ويقاد يصل نسبته للمية في المية من كافة المكونات وعرضت كل الملاحظات وعرضت كل القضايا الأساسية حتى تجاز من داخل اجتماع المجلس المركزي ويعني في بعض التباين في هذه المناغشات ولكن بشكل عام دعيني أؤكد لك أن هناك توافق كبير حول ما جاء في هذا الاتفاق الإطاري في غضون ذلك أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لتسويات قوية والشاملة تمهد لتشكيل حكومة مدنية انتقالية في السودان وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة جاء ذلك خلال تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أوراق اعتماد سفير الاتحاد الجديد إيدن أوهارة وأشدد أوهارة على ضرورة التوصل إلى توافق شامل بين جميع المكونات السودانية واستئناف مصار الحكم المدني الانتقالي في أقرب وقت ممكن أرحب بضيفي من الخرطوم مدير معهد التحليل السياسي والعسكري الرشيد محمد الرشيد ومعنى القيادي في قوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين أهلا وسهلا بكم أبدأ معك سيد نور الدين يعني كل ما مرت الساعات الحديث عن الانتهاء أو كرب التوصل إلى الاتفاق بين المكونات على اتفاق إطاري سيتم التوقيع عليه في الساعات ربما القليلة المقبلة رؤيتك لهذا الموضوع وإلى أي مدى تتوقع فعليا أن يحصل ذلك موعد التوقيع بشكل دقيق لا أستطيع أن أحدده ما زالت هناك بعض المشاورات حول مسائل تصيلية للغاية داخل القوى الحرية والتغيير هذا إلى جانب أن هذه العملية السياسية لا تنخرط فيها قوى الحرية والتغيير فقط هناك قوى أخرى يعني قوى الثورة يجب أن تكون يعني مستصحبة في هذه العملية السياسية هناك قوى أخرى تضاف إليها وهي القوى التي تدعم عمليات الانتقال المدني الدموقراطي في السودان ولها موقفها من ما جرى في الخامس وعشرين من أكتوبر قبل عام من الآن من انقلاب وتقويض للسطلة الشرعية في ذلك التوقيت لكن على العموم المسافة ما بيننا وما بين التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري لا أعتقد أنها بعيدة الحرية والتغيير تقول أنها مستعدة خصوصا أن هذا الاتفاق قد حسم قضايا الاتفاق المتوقع توقيعه قد حسم قضايا مهمة جدا وهي مسألة ما هي شكل ومؤسسات الدولة في السودان كيف يمكن أن يحكم ويدار السودان خلال هذه الفترة الانتقالية أهم ما كان يقول به الشارع عموما في السودان هي مسألة مدنية الدولة نحن الآن أعتقد تم التوافق على ما هي هيكل الدولة خلال الفترة الانتقالية وجميعها هيكل مدنية على كافة المستويات عن المستوى السيادي والمستوى التنفيذي والمستوى التشريعي وتم التفاهم حول ما هي المهام التي ستقوم بها هذه المؤسسات وهذه الهياكل وكيفية اختيار شاغلي هذه الهياكل هذه قضية من الأهمية بمكان لا يمكن على الإطلاق تقليل أو التقليل من شأن هذه الخطوة كذلك هناك قضايا أخرى طبعا سوف نذهب بها مع كافة أطراف الثورة مع كافة الأطراف القوى الانتقال إذا صحت التسمية سوف نذهب لنواقشها في الفترات اللاحقة ما بعد إنجاز هذه الخطوة طيب دعني أشرك معنا في هذا الحديث وأرحب مجددا بضيفنا مدير معهد التحليل السياسي والعسكري الرشيد محمد رشيد أستاذ رشيد أود أن أخذ رأيك وتقييمك أنصح التعبير على الدور المكون العسكري في ظل كل هذه المشاورات التي يجريها الجانب المدني يعني في الأسابيع والأشهر الماضية لطالما كان الموقف العسكري بأنه نحن مستعدون ولكن اتفقوا ضعوا إطار ونحن أيضا لا نريد المشاركة في المرحلة المقبلة من الناحية طبعا السياسية نعم شكرا على الدعوة والتحية لزميل نوردين صلاح واضح أن الموقف العسكري هو موقف مبدئ قرار انسحاب الجيش من العملية السياسية كان أولى هذه الخطوات وبالتالي قناعة الجيش بأن الفترة الانتقالية يجب أن تدائر بواسط مدنيين هذه ربما قناعة ليس هناك خلاف بين الأطراف العملية السياسية في السودان حول ضرورة التفاوض والحوار وكذلك ضرورة التوافق والاستغرار ولكن يبدو أن الخلاف حول الكيفية التي يتم بها ذلك وعندما نتحدث عن التنسية نتحدث عن موضوعات وعن قضايا وعن أطراف واضح أنه من المبكر الحديث عن ترتيبات أخيرة فيما يتعلق بالقضايا وحتى الأطراف واضح أنه مما ذكر الأستاذ نور الدين صلاح هناك أطراف أخرى لم يتم التشاور أو التوافق معه وهذا أيضا يذكرني ربما بالتحفزات أو الاشتراطات التي ذكرها المكون العسكري بضرورة أن يكون هناك توافق بين القوى المدنية وهذا التوافق يعتبر صمام أمان لاستغرار الفترة الانتقالية حتى لا تعاد التجارب السابقة لأن الفترة الانتقالية محددة الأجل ومحددة الموضوعات فبالتالي انغسام الصف المدني إلى حكومة ومعارضة بصورة صارخة بفعل الإخصاء والتهميش أو التصنيف فربما يقودنا إلى تضيع هذه الفرصة التي سنحت وأيضا لو سمحت لي أشير أنه يبدو أن هناك تباينا في مفهوم العملية السياسية والتسوية بالنسبة للمكون العسكري وبالنسبة لقوى إعلان الحرية والتغيير اللجنة المركزية فيما يتعلق بمبدأ الشمول ومبدأ القومية العملية أيضا هذا ربما يعتبر تحدي لأنه واضح أنه إعلان الحرية والتغيير هي أجر التغييمات وربما تصنيفات للقوى قوى السورة وقوى الانتقال وبالتالي هناك أسار تترتب أسار غانونية وأسار سياسية تترتب على هذا التصنيف أيضا ربما هذا يضع علامات استفهام قد تحتاج قوى الحرية والتغيير إلى أن تعالجها مع شركائها ومع خلفائها فضلا عن أن المكون العسكري يصر على ضرورة وجود أطراف عملية سلام جبا متحديدا من نياركو منناوي وجبريل باعتبارهم يتكون على قاعدة الاتفاقية الملزمة بالنسبة للحكومة السودانية وكذلك أيضا يتكون على قوة بشرية وهم فصيل مسلح لا يمكن إغفالهم ولذلك التسوية لا بد أن تخاطب هذه القضايا كما أن نقوي على الحرية والتغيير أيضا مطالبة بأن تكسر وتحدث اختراغا في لجان المقاومة والممانعة التي هي الآن تحرك الشارع والحرية والتغيير تتحدث عن أنها تمثل طموحات الشارع وطموحات السورة فهذه أيضا ربما قد تأخذ وقتا وتحتاج إلى بعض الإجابات الفاصلة لأن هناك قضية ربما أسيرة في اجتماعات الحرية والتغيير فيما يتعلق بالتحفظ على ملاحظات المكون العسكري والتي ذكرت الحرية والتغيير بأنها رفضتها كحزاب ولكن قبلتها كمكون أو ككتلة سياسية هناك الكثير الذي يحتاج ربما إلى تفاصيل وإضاحات لأن هذه قضية وطن وقضايا مصرية طبعا دعني أنقل هذه النقطة لسيد نور الدين يعني أستاذ نور الدين هناك العديد من المراقبين والمحللين الذين يتحدثون عن هذه النقطة وهي نقطة التفاصيل التي عادة ما يمكن أن تشكل تباعد في آخر لحظة يعني ومع مرور الساعات والحديث أكثر عن توصل إلى اتفاق تعود الأمور إلى المربع الأول اليوم ما هي التباينات بين المكونات المدنية التي يمكن أن تقولها لنا وما هي العقبات ربما أو التفاصيل الصغيرة التي يجب التوصل إلى حلول واتفاقات مبدئية بشأنها بالنسبة للحرية والتغيير نعم كان هناك تباينات من بعض الأجسام المشكلة للحرية والتغيير لكن أعتقد للحرية والتغيير وسائل نظم ولوائح تحكم أعمالها وبالتالي عمليات صناعة اتخاذ القرار داخل التحالف وبالتالي لا أعتقد أن هناك ثمت شيء مقلق داخل قوة الحرية والتغيير أعتقد بالنسبة لقوة الدائمة لانتقال المدني الدموقراطي أساسا عندما ابتدأت هذه العملية كانت هذه القوة تنضي مع القوة الحرية والتغيير جنبا بجنب وأساسا مشروع الدستور الانتقال الذي شكل أساسا العملية السياسية الجارية الآن تم بتوافق مع الحرية والتغيير ومع بقية القوة السياسية الدائمة للانتقال المدني الدموقراطي في السودان وإنهاء حالة الانقلاب هناك طبعا حديث كبير جدا يدور حول لجان المقاومة. أنا أعتقد في تقديري. نعم هناك مكونات كبيرة أو عدد كبير جدا من لجان المقاومة لها موقفها السلبي من العملية السياسية. وأعتقد هو موقف طبيعي جدا لأن الثقة في معسكر الانقلاب لا أقول أنها في أدنى مستوياتها. بل تكاد تكون منتهية بعد عدد من التجارب خاضتها البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية منذ سقوط نظام عمر البشير. لكن أعتقد وبما أن الأهداف هي ذات الأهداف التي تناضل من أجلها الجبهة المدنية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي في السودان. فأعتقد من الأفضل أن تصل جميع التيارات المدنية إلى أن تعمل كل جبهة عبر الأدوات التي تقتنع بها في سبيل الوصول إلى الهدف المشترك. إذا نجحت العملية السياسية فكان بها. إذا لم تنجح العملية السياسية فما زال سلاح المقاومة السلمية اللاعن فيها مرفوعا ومرفوعا. مرفوعا. ويظل موجود. فأعتقد التباين هو الموجود الآن هو في وسائل العمل التي نحقق بها الهدف المشرق. وليس تباين على مستوى الرؤية التي نريدها للسودان. أستاذ نور الدين دعني هنا أغس أكثر في تفصيل هذه النقطة التي تفضلت فيها. وهي نقطة مهمة. لأنه اليوم يتحدث كثيرون عن أن غياب بعض الأطراف سيؤدي بالنهاية إلى صعوبة في التوصل إلى هذا الاتفاق. حتى لو كما تفضلت الهدف مشترك. وجميع تدعيات الانسداد السياسي الذي حاصل في السودان بالأشهر الماضية. أثر على الجميع. وأثر أصلا على كل المكونات في السودان. وعلى الشعب السوداني. وعلى مفاصل حياة الشعب السوداني. ولكن هذه التفاصيل ليست مهمة. لا شيء في الدنيا يمكن أن نخلق عليه إجماع بنسبة 100%. نحن لدينا اتصالاتنا إذا كنا نتحدث الآن عن لجان المقاومة. لدينا اتصالاتنا مع لجان المقاومة. سواء في العاصمة أو في الولايات. عدد منها يتعاطى مع هذه العملية السياسية. وينظر لها بشكل إيجابي. باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تقودنا إلى إنهاء حالة الإنقلاب. البعض الآخر لا يرى ذلك. هذا لا يعني أن يدخل معسكر الجبهة المدنية في حالة من الاحتراب الداخلي. بل على العكس يجب أن يقدر بعضنا البعض أن اختلافنا هو اختلاف في الوسائل وليس في الأهداف. هنا قوى سياسية أخرى. لها موقفها. مثل حزب الشيوع السوداني. لكن في النهاية هذه هي تقديراته. لا نستطيع أن نجبره على فعل شيء غير مقتنع به. وهو يستطيع تمييز ما يمكن أن تقول إليه الأوضاع في السودان. إذا ظل متمسكا بخندق أن يكون هو وحده الحزب المنعزل عن العمليات العملية السياسية. أو عن الحوار مع كل القوى السياسية. سواء تحت مضلة عملية سياسية. أو لم تكن هناك عملية سياسية. هناك طبعا جانب آخر. وهي قوة الكفاحة المسلحة. التي هي ليست طرفا في العملية السلمية. التي أفضت إلى اتفاق جوبا قبل عامين. ونحن نبذل اتصالاتنا معها. الآلية الثلاثية كذلك لها مجهودات تبذل. أمس كانت هناك لقاءات مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو. حركة تحية السودان بقيادة عبدالواحد في جوبا. تقدم وفدى الآلية الثلاثية. رئيس البحثة الأممية المتكاملة في السودان. لا أحد يرغب في استمرار هذا الوضع الموجود الآن في السودان. هو وضع طبعا مزدود. يجب علينا أن ننهي هذا الوضع. وننظر إلى كيف نستطيع أن نستأنف مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان. وكيف نستطيع تحقيق العبور الآمن للفترة الانتقالية. إذا ما استطعنا إتمام هذه العملية السياسية بنجاح. سنواصل اتصالاتنا مع لجان المقاومة. نأمل أن يراجع الحزب الشيوعي موقفه المتعنت هذا. في نفس الوقت نحن نؤمن أنه لا يمكن أن يكون هناك تحول دموقراطي. وأن تكون هناك انتخابات. ما لم يكن هناك سلام شامل مستدام في السودان. وهذا يعني أن تشمل عمليات السلام المرتقبة. القوى الكفاحة المسلحة التي لم تلتحق بالعملية السلمية. في نفس الوقت تطوير ومعالجة الثقوب التي أبانتها لنا التجربة في اتفاقية جبالي سلام السودان. نعم. سيد الرشيد أعود إليك بهذا الموضوع. البعض يقول أنه بغض النظر عن الاتفاق المدني على مختلف النقاط. وأيضا كما ذكر سيد نور الدين الأهداف واحدة حتى لو اختلفت الأسليب والتفاصيل للوصول إليها. ولكن هناك مسؤولية على المكون العسكري لتهيئة المناخ. هل برأيك تهيئة المناخ من الجانب العسكري أصبح مئة بالمئة حاضر وينتظر فعليا الاتفاق المدني؟ نعم. المكون العسكري هو أعلن في كل المنابر والمحافل الإقليمية والدولية والمحلية. بأنه لن يكون جزء من الممارسة السياسية بشكلها التنفيذي. هذا في تقديره أكبر مكسب وأكبر تهيئة يمكن أن تحدث. كان يمكن للمكون العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر أن يتسيد المشهد. والشيء بدده يعرف. لو أنه كون حكومة أو كون أولاء عسكريون كان الوضع مختلف. فالتزام بأن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف هذه التهيئة. التهيئة الأخرى إصرار المكون العسكري. أيضا أن تشمل الاتفاقية والتسوية الغادمة كل أطراف العملية السياسية بما فيهم الحركات المسلحة كما ذكرت. هذه مهمة جدا. وأن قضية التلاقي والتوافق هذا يجب أن تقوده القوى المدنية. أيضا المكون العسكري مطالب بأنه في حالة إجماع وتوافق القوى السياسية المدنية. على رؤية موحدة مجتركة بأنه ملزم بها. وهذا صدر على لسان القائد العام للغوات المسلحة الفريق الأولى البرهان. فلم يتبقى شيئا. الآن الكرة هي في ملعب القوى المدنية أكثر منها من المكون المدني والمكون العسكري. هذه حقيقة لا بد من الاعتراف بها. لأن هذه الإجراءات الصحيحة التي يمكن أن تقودنا إلى تفاهمات أو حتى اتفاق. وإن كنت على غناعة بأن ما يحدث الآن هو أغرب إلى الاتفاق الإعلان السياسي منه إلى الاتفاق المعلوم. لأن الاتفاق يكون حول مجمل القضايا حول كثير من التفاصيل. الآن هناك ملاحظات من المكون العسكري لم يبد فيها بصورة واضحة. هناك اتصالات بين قوة إعلان الحرية والتغيير وحركات التمرد وكذلك مع الليان المقاومة. هذه إجراءات لم تحدث بعد. ليس ما تستكمل الحلقة. يمكننا الحديث عن شكل الإجراء والتحول الذي يمكن أن يحدث في المشهد السياسي. فبالتالي نحتاج إلى غدر من الحكمة وغدر من التأني وعدم سبق الأحداث بإعلانات تضرب العملية السياسية. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من الخرطوم ومدير معهد التحليل السياسي والعسكري الرشيد محمد الرشيد. وأيضا شكر للقيادة في قوى الحرية والتغيير نور الدين الصلاح. شكرا جزيلا لكما.